السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم احمد سامي. وهنكمل موضوعنا بخصوص الاتش تي تي بي بروتوكولز والسيرفر سايد والويب تكنولوجي. وايه الحاجات اللي انت المفروض تعرفها طالما انت داخل في موضوع الويب تكنولوجي بغد النظر انت شغال او فرونت اند فانت المعلومات دي هتنفعك في كل الحالات. كنا كلمنا في الحالات اللي فاتت عن ازاي السيرفر سايد بيشتغل. اه ويريد تتابع الحالات اللي فاتت. اه لو انت ما تبعتهاش. في الحالة دي ان شاء الله احنا هنتناش وهنتكلم بخصوص ايه هي بالزبط وبتعمل ايه في السيرفر سايد. وعشان بس بالمناسبة اللي احنا نعرفها دلوقتي هي بالنص بما يعادل عمليات اللي بتتم على اللي بتسمى ده بالنسبة هي دي عشان تتعامل مع العمليات دي انت محتاج عشان بتبعت هي من رسالة ان انت تعمل العملية دي. فكل من الطبيع انها بيتعادلها تانية موجودة في وده بالنسبة الاهم اربع في هنشوفهم كلهم النهاردة ان شاء الله. هي في اول حاجة هي مجموعة عمليات انت بتستخدمها علشان تتلعب معينة. يعني عندك مسلا ملف معين عايز تضيف ملف عايز يشيل ملف. ده بيسمى وتكلمنا ان هي موجودة في هي يعني متخزنة على كمبيوتر بعيد. وانت عشان تتعامل معها محتاج مجموعة او عمليات تقدر تقوم بها. حاجة تقدر تنفز عملية معينة على دي. عشان وانت قاعد على الكمبيوتر بتاعك بتستخدم وتقدر تقوم بالعملية دي. فبنستخدم هي مجموعة كل واحدة فيهم مسؤولة على عملية معينة بتقوم بيها. زي مسلا جيت بوست ديليت اه اه ديليت وي بسم الله ان شاء الله جيت بوست ديليت. معقول الله انسيت. على سبيل المثال دول اهم شيء احنا بنستخدمهم. اهم اربعة. اه كل واحدة فيهم بتطلب عملية معينة. ده بالنسبة للمفضل. ولكن انت تقدر تتلاعب بالميسوتس دي. وان انت تحط فيها الخاصة بيه. كنها تكون بعمليات تانية. ولكن ده غير مفضل. هما بمعنى هي يعني انت بتبعد بتعرف انت هتعمل ايه في وكنا تكلمنا عن وشكله عامل ازاي في الحلقة اللي تقدر تبص عليها لو ما تبعتهاش. تمام. زي ما قلنا. ده معنى انت بتبعتهم مع بتقول في ان العملية دي عبارة عن جيت. العملية دي عبارة عن بوست. العملية دي عبارة عن بوت. او فانت بتعرف بالزبط. السيرفر من خلال ايه نوع العملية اللي انت عايز تقوم بيها على اللي انت رايح تتعامل معها. هما بالزبط عندنا اشهرهم دي معمولة مخصوص عشان آآ تتعامل مع اللي موجودة وتعمل لها عاملة استرجاع. بمعنى ان انت عايز تشوف صورة مسلا. عايز تشوف عايز تشوف ملف معين. عايز تعرض الملف ده من السيرفر على بتاعك. على الكمبيوتر فبدي استخدم علشان تقول له يعني هتلي البيانات دي من السيرفر. ويفضل زي ما قلنا دي بتستخدم في فقط لغير بمعنى استرجاع البيانات من قاعدة البيانات فقط لغير او من بغدر نظر دي هاي متخزينة في قاعدة البيانات او متخزينة على مش اكتر. يفضل بتستخدم في استرجاع البيانات فقط لغير. وهناعرف ليه بعدين. في عندنا بعد كده دي بتستخدم عشان تسبمت انتيتي. بمعنى ايه? معناها ان انت مسلا لو انت بتشوف يعني انت رسحت مسلا عملته اردر معين. روح تدهز في الاخر ماشي. انا هدفع. فلما انت قلت انا هدفع. معنى كده انت بعدت انتيتي اسمه اردر. جوه الاردر ده في كل البيانات الخاصة بالاردر بتاعك. راحت له السيرفر كريسورس. هتتخزن فيه مسلا قاعدة البيانات او اي ان كان المكان اللي هتتخزن في ايه? فبوست بيستخدم له يعني بتحط بيانات معينة في في بعض الاحيان بتعمل على السيرفر ليه? لان هي بتعدل او بتضيف انت كده بتضيف بيانات على السيرفر. فده اسمه التاني هو في حالة ان انت آآ في خطأ شهير بيحصل في بعض الاحيان لما بتيجي تعمل مثلا ان انت آآ بتعمل اكتر من مرة فكل مرة بتعمل مثلا لو انت مش عامل حماية او بعد الفكرة فيها ان انت بعدت اللي انت تتخزن في قاعدة البيانات وكله تمام يتعمل ان انت تروح على صفحة تاني خالص علشان تتفادى نقطة مثلا لو اتعملت في البراوزر ان انت لو عملت في البراوزر وانت لسه في نفس او ده هتحط مرة تانية نفس البيانات هتحط بيانات جديدة وهتضيف جديد بنفس بيانات القديم يعني انت مش هتعدل عليه انت هتضيف كل مرة تعمل كل مرة هتضيف جديد فهي دي فكرة هنكمل معنا وهنشوف الفكرة الرئاسية اللي فيها هي ان انت بتعمل معينة في قاعدة البيانات والده بيروح من خلال مسلا انتيتي اه في الباضي بتاع البوت ريكويست مسلا وبيتاخد بعد كده بيتعمل تشيك في البوت ريكويست دوت في الكنترولر وهو بيتأكد ان مسلا ده بيبدأ يعمل للبيانات اللي انت باعتها ده خاصة بالبوت ريكويست اه في بعض الاحيان في بعض الناس في الكنترولر بتعمل بتاعتهم ان هما اه يعني انت ما بتعمل على فانت بتعمل بناء على شيء موجود يعني انت بتقول له مسلا ابدية ده مثلا يعني حيث ان بتاعه رقم واحد فانت دلوقتي يروح انت معاك في فبعد الناس بتعمل مسلا لو ده بيساوي واحد يبقى اعمل لو ده مسلا صفر يعني فاضي يبقى اعمل مسلا في الريسورس دي فدي في بعض الاحيان البوت ريكويست بتستخدم للاتنين البوت ريكويست واحيانا لبوست ريكويست ولكن يفضل تستخدم كل حاجة في مكانها في عندك دليت ده ابسط شيء هو ان انت بتعمل بتمسح شيء من الموجودة عندك مش اكتر من كده يعني اه اللي هي بتعمله ان انت برضي بتعمل للداتا اللي موجودة في بتعمل بتعمل تعديل على التعديل ده بيتمي على السيرفر من خلال انت بتعمل للبيانات ده كلها تمام هنخش بعد كده على فكرة انا شخصيا مش تعملش عليها ولكن لما ارت عنها هي بتستخدم عشان تعمل نفق في السيرفر لتارجت معينة ولكن ده بيستخدم بالاخص في لما انت يكون مسلا عندك عايز تعمل وكنا نكرمنا عن دي في اول حلقة وفكرة بتاعتها ليه ايه اه وفي نفس الوقت انت مش في دوت حاجة كده زي كمبيوتر هو اللي بيوزع تصراحة فينا هنا وهنا فعشان تعملوا حلقة تستخدم ولكن انا شخصيا مستعدمش قبل كده ومعرفش بالزبط طريقة عملها الصحيحة فلو انت يعني عايز تعرف تقدر تعرفها في عندنا دي بكل بساطة لما انت بتبعت للسيرفر بترجع لك هي بيعرفك ايه اللي فيها في ده يعني هو مسلا بيعمل والحاجات دي ولا بيعمل بس ما بيعملش فانت من خلال لما بتبعته مع معين بيرجع لك بعد كده يعرفك ايه الحاجات اللي انت تقدر تعملها على السيرفر بالزبط ولو انت عايز تعمل على الويب سيرفر لكله بتعمل بيجيب لك كل شيء على معينة مش على كل طبعا ده بالنسبة في عندنا هيد 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 هي بالناس زي ما بتختلفش كتير عنها كل فكرة ان هي بترجع لك من غير وده بيشيل له بحاجة هيسمى يعني بتوجعش على دماغك بمعضوع ايه البيانات اللي موجودة في البادي انت عايز بس تاخد بتاع عشان تستخدمه في حاجة داني وده بيستخدم في يعني مسلا عايز تعرف عايز تعرف مسلا عايز تعرف مجموعة بيانات معينة الحاجات ده كلها من خلال انت ممكن تستخدم هين لو انت مش محتاج في شيء انت مش محتاج الديات اللي جيالك من خلال ممكن تستخدم هدا في بكل بساطة بيعمل بيعمل هو في كل الحالات علشان يشوف في اي تعديل حصل لو في يعني انا اصلا انت بعت ايه مسلا انت بعت اه ريكوست 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 ريعد على سيرفر لسيرفر تاني فانت لو حبيت تعرف الزبط ايه اللي تم فتح دلات حصلت في النوس بستخدم في عندنا بعد كده الباتش ريكوست بيعمل بارشل اه بارشل اه موديفكيشن يعني بيعمل على جزء معين في مسلا او مش بيعمل على كل شيء في بوجه عام اشهر حاجة انت هتستخدمها بشكل يومي في الخاص بيت هم اربعة هم وفعليا معزم مسلا بتستخدم وبعد كده بتتعامل هي في بتعمليه بالزبط من خلال الكنترولر اه وفيه برضو بيحصل بعض السيرفر سالة تكنولوجيا برضو وعشان تستخدم بقى دليت والبي بستخدم حاجة اسمها اجاكس تمام وقدي قولنا دي الباتش عشان انفورميشن ريتين رسبونس هيدر وزاوت هافين تو ترانس بورد انتار كونتاك اه دي اه انا اسف دي خاصة بالا السطر اللي اجيزار التاني ده ده خاصة بالا بالهيدر كوست تمام في بعد كده حاجة عندنا اسمها ايه فكرة بكل بساطة هي اللي بتتعامل بان هي ترجع فقط لغير من هي بترجع عشان كده بتسمى ما بتعملش اي تعديل في اي هي كل اللي بتعمل بتروح تقرى البيانات ودي جي تعرضها لك فدي اسمها علشان كده هي هتلاقيها بالاخاتس اللي زي مسلا جيت زي وزي دول يعتبروا لان انت في كل الحالات بتستعدهم عشان تعرف بس بيانات مش عشان تعدل بيانات دي بتسمى البيانات طبعا مش في عندنا حاجة اسمها لو احنا ناخد الاسم ده بشكل حرفي يعني عاطفية طبعا انا مش عاطفة خلص مش ده المقصوب بها هنا فكرة دي هي لما انت عايز تعرف ما يكونش ليها مهما استخدمتها اكتر من مرة عليك انت كمستخدم او على يعني انت مسلا لما بتعمل آآ دليت لنفس الريكورد هو كل اللي بيعمله كل ما بيروح على السيرفر بيعمل لنفس الريكورد ولكن هو مش هاديف جديد هو بس هيروح للريكورد هيعمل له مرة تانية ومرة تالت ومرة ربع ولكن مش هيغير في حاجة لان نفس البيانات اللي عمل لها في المرة الاولى هي نفس البيانات اللي عمل لها في المرة التانية ولما برضي بتعمل دليت انت بتعمل دليت فبالفعل فبتيجي بعد كده انت بتعمل الريكورد مش موجود فانت مش تعمل لأي بيانات. آآ بالنسبة لقول فكرة برضو كالمعتاد انها ما لهاش كل اللي اخرك هتعمل له ان انت هتسترجع البيانات وهتشوف ها. فما فيش اي انت هتعمله على السيرفر. عشان كده كل بتعتبر يعني قبلة للتغيير ولكن ملهاش اي تأثير سلبي او جانبي على السيرفر. الميسود اللي بتعتبر زي ما قلنا قول كل زي وقلنا وعندنا 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 هتلاحظ ان مش موجودة اصلا تقريبا لان بوست بالفعل مش ومش خالص ليه? لان انت في بوست انت كل مرة بتعمل بوست ريكوست كل مرة بتعمل انشاء لانتت جديد او انشاء للريسورس جديدة في المكان اللي انت باعت في ده. فعلشان كده فعلشان كده ما بيعتبرش ولا سيف ولا فخب بالك وانت بتستخدم بوست ممكن كل مرة بضغطة زرورة من غير ما تقصد تملى قاعدة البيانات او تملى هي ملاش اي قيمة. فاحذر لانها مهمة جدا تتعامل معها في حاجة اسمها او فكرة بواجهة عام او بواجهة عام هو ان انت بدل ما كل شوية محتاج تجيب حاجة من السيرفر تروح للسيرفر وتجيبها وترجع. تروح للسيرفر وتجيبها وترجع. فكل ده انت بتعمل وده بيعمل بالاقص مسلا لو السيرفر ده علي ضغط شغل او علي الناس كتيرة بتجيب بيانات ده المواقع الاخبارية والحاجات دي مسلا. فبتعمل لها بمعنى ان انت بتروح عمل مرة واحدة فعمل له عندك على سبيل المثال. ويبدأ يعرض من اللي موجود عنده. موضوع مش سهل ده موضوع عميق جدا. لان طبعا في آآ بعض النقاط لازم تتهندل ودي مسهلة في التعامل معها. يعني على سبيل المثال ان عملت كاش لكل البيانات اللي موجودة في قاعدة البيانات. نفترض ان بعد كده حد يدخل غير في من اللي موجودة عندي. فبالتالي اصبح البيانات الاصلية اللي موجودة في قاعدة البيانات مختلفة عن البيانات اللي انا عمل لها كاش عندي. ففي الحالة دي انا محتاج وسيلة ما ان يحصل عندي دائما ان انت ديت عمل له مسلا تغيير في قاعدة البنات. فراح اشيرهم الكاش وحطوا مكانه الجديد مسلا او الرسورس الجديدة. فالكاشنج ده موضوع كبير وليه شغل خاص بيه. طبعا زي ما قلنا هو شغال في بس لنه هو معظمه انت بتحتاج تعرضها بشكل باستمرار. آآ والمسود الكاشة بتستهدم في اللي هي زي والهاد. ودي عندك آآ حاجة زي دي ممكن تقفل الكاشنج اصلا لو انت مش عايز تعمله في الرسبونز. وده ما قلنا المسود معظمها هي جيت وهاتب. ده كان شرح سريع اللي احنا بنستخدمها. وهي بعض النقاط اللي انت اللي محتاج تليه اخو ببالك منها. ودي بعض اللينكس هنسبتها هنا بحيس برضو ان انت ترجع لها وتقرأ فيها. هسيب لك نفس اللينكات دي موجودة تحت الفيديو ان شاء الله. آآ والبي دي اف برضو هسيب لك اللينك الخاص بيها. بحيس. او هسيب لك اللينك الخاص بالجوجل درايف. تخش هتلاقي مجموعة. مش 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 بدي اف واحدة بس. مجموعة بدي اف بريزنتيشن. اخد منها اللي انت عايزه واستخدمها. لو عندك اي سؤال سيبه في التعليق من تحت واحنا ان شاء الله نحاول مع بعض نحلو. آآ هتمنى يكون الموضوع كان بسيط وما كانش صعب. ولو في اي حاجة انا تحت امركم. كان معاكم احمد سامي ونشوفكم ان شاء الله على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.